دي كيبورد من شركة Red Dragon اسمها Red Dragon K630 بتيجي Red Switch 60% و Full RGB كيبورد جميلة بس اتوسخت معايا وكمان شكلها الاسود كده التقليدي مش قلطة في حاجة فخلينا وريكم ازاي هنغير شكل الكيبورد من الشكل العدي التقليدي للشكل ده ونخليها كيبورد احترافية اكتر ونكسمايز الكيبورد بطريقتنا وبشكلنا احنا بس قبل ما نبدأ في الكلام ده انا عايزك دلوقتي تنزل تحت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتكتب لنا كومنت لطيف زريف زيك كده وخليني في الاول اشرح لكم الكيبورد نفسها كيبورد ده زي ما قلت لك اسمها Red Dragon K630 وانا معايا تحديدا دلوقتي نسخة الRGB Red Switches الكيبورد دي وير دي مش ويرلس بتيجيب كيبول طايب سي بورتابل يعني تقدر تغير الكابل براحتك تجيب كابلات كاستمايز اللي هي الكويلد اسمها كويلد صح الكويلد كابل وتكاستمايز الكابلات براحتك وقبل لما نتكلم عن الكيبورد خلينا شرح لك ايه هي الكيبوردات اللي موجودة في السوق بص هو عامة السوق متعرف عليه اربع انواع من الكيبوردات كيبورد ستين في المية زي اللي معايا دلوقتي او اللي انا بحب استخدمهم بكون صغيرة على الدسك بتاعك تعرف تتنقل بيها براحتك تحطها في الشنطة بتاعتك لو انت بتستخدم لابتوب وبتتحرك كتير وعايز تستخدمها في اللابتوب بتاعك وفي نفس الوقت مقاسها وحجمها بيكون صغيرة على الدسك بحيث اللي انت لو بتلعب لو سنسا او بتلعب شوتر جيمز تاخد اكبر مساحة للموس والكيبورد تبقى على جنب وبعضيها على طول بتبقى نفس حجم الكيبورد ده تقريبا بس الخمسة وستين في المية بتاعتها اللي بيزيد عن الستين في المية للخمسة وستين في المية هي شوية زراير من الجنب كتا صف زراير حرفيا اللي اتنين تقريبا بيكونوا واحد وبالنسبة للكيبورد التالتة هي بتكون الكيبوردات التين كيلس او التي كيل الكيبوردات دي بقى بيكون فيها كل الزراير اللي انت بيكون محتاجها معادة الزراير بتاعت الناملوك يعني الارقام اللي على الجنب بيكون مش موجودة بس الارض موجودة وهي بيكون كيبورد كاملة كل الموضوع ان هم بيكونوا شايلين منها الحتة بتاعت الناملوك علشان بتاخدش مساحة في الدسك بتاعك وأما بقى عن رابع نوع فهو الفول كيبورد أو الكيبورد الكاملة الكيبورد الكاملة دي هل بيكون فيها كل الزرائر بيكون فيها النملك وزرائر سكريبت وفيه كيبوردات الزرائر بتاعتها بتبقى كتيرة جدا زي ما انت ما شايف كده فهم كل دول برضو بيقطفك النهية اسمها فول كيبورد معيوب الكيبورد دي انها بتاخد حجم كبير جدا على الديسك بتاعك بس الميزات بتاعتها اللي انت تعرف توصل لأي زرار بسرعة جدا لأنه خد بالك الكيبوردات الستين والخمسة والستين والثمانين في المية اللي هي التين كيلس فيها كل الزراير بس فيه حاجات لازم تدوس على FN و W مثلا فالمهم خلينا نركز في موضوع الفيديو احنا هنحول الكيبورد دي من الشكل ده للشكل ده خلينا اقولك انت هتحتاج ايه بالزبط في التجربة دي بص يا صديقي اول حاجة هتحتاجها هي التول دي التول دي اللي هي اسمها كاي كاب ريموفر تقريبا اللي انت تشيل منها الكاي كابس وتشيل منها برضو ناحية تانية السويتشات بتاعتك ودي طول الوحيدة اللي انت هتحتاجها لين بقى اقولك انا جبت ايه علشان اخلي الكيبورد دي شكلها احلى اول حاجة جبتها هي اللاينر سويتش الزول اتغير بيها مكان الزراير اللي انا بتعود استخدامها كتير زي مثلا في لعب الموبا او لعب الام ام او ار بي جي لان هي بتدي فيدباك احلى وبتدي صوت كده كليكي جميل انا بحب صوت ده الصراح ثاني حاجة هنحتاجها هي البي بي تي كاي كابس دي دي هتغير بيها شكل كاي كابس حرفي واما بقى عن اخر حاجة في التجربة بتاعتنا هو الهاند رست ده علشان نريح ادينا على الكيبورد ملاقيتش هاند رست على قد 60% فجبت اللي هي بتاعت التكل وقلت مش مشكلة هواسطني الكيبورد في النص الليني بقى اقولك ازاي نعمل التجربة دي بسلام اول حاجة بقى هتعملها اللي انت هتفتح كاميرا الموبايل بتاعك وتصور الكيبورد بتاعتك علشان ما تتلغبطش في الزراير اللي انت بتحطها وبالمنسبة للكيبورد شكلها مطرب علشان انا شغال عليها بقى لي شوية فكل ده هيروح دلوقتي المهم بعد لما صورت الكيبورد هتجيب الكيت اللي انا قلتلك عليها دي وهتجيب حاجة تحط فيها الزراير اللي انت هتفكها من الكيبورد فانا هستخدم الكارتونة بتاعت الكيبورد نفسها هنفك الزراير كده مع بعض واحدة واحدة فانا هكمل بقى فك الزراير واركع لكم بعد الفك وكده احنا فكنا كل الزراير اللي موجودة في الكيبورد فاحنا محتاجين بس ان ننظف الكيبورد بتاعنا علشان نبدأ نركب الزراير الجديدة والسويتشات الجديدة كمان فانا هستخدم الفرشة دي علشان انضف الكيبورد فاننظفها بس بايدة عن الدسك علشان موز باد ندخل بقى على تاني مرحلة وهي تركيب السويتشات تيجي تقول لي مش انت المفروض هتركب الزراير الاول هقول لك لا يا حبيبي ركز كده معي احنا لازم نركب السويتشات بتاعتنا علشان زي ما قلتلك هو بس كم سويتش اللي هيتغيره ومش السويتشات كلهم فهي دي سويتشات بقى اللي انا اخترتها مكان السويتشات اللي موجودة في الكيبورد وصوت السويتشات دي جميل قوي اسمع كده مش عارف انت بتسمع ولا لقى علشان المايك فيه نويز ريداكشن فانا بس كل اللي انا هستخدمه في السويتشات دي هو طبعا الاي والاس والدي والدابيو وعلشان انا هبلعب نركب ليد بوينت فهستخدم الكيو والفي وكمان لو انا علشان هلعب ليج او حاجة هستخدم الاي والار والاف والجي فخلينا نتغيرهم كده على طول وريك بالمرة ازاي تغير السويتشات بص يا صديقي اول حاجة احنا محتاجين نفوك السويتش اللي موجود في الكيبورد عندك فيه هنا كده فوق بين وتحت بين فحرفيا بس تشبك دول في بعض وتسحب كده بالروحة هتلاقي السويتش وطلع معاك سهل جدا الموضوع ما فيهوش اي غشومية ما فيهوش اي حاجة ما تتعفاش على السويتش علشان ما يتكسرش منك وعايز برضه وريك شكل السويتش بيكون من تحت عامل ازاي ده كده شكل السويتش بيكون فيه بنتين هنا زي ما انت ما شايف كده علشان تجيب السويتشات لازم تكون السويتشات اللي انت هتشتريها مطابقة للسويتشات اللي موجودة في الكيبورد بتاعتك خلينا بقى نفك السويتش من هنا نفس الموضوع بنفس الطريقة كده تسحب طلع معاك طبعا انت فيه عندك هنا بنتين فانت لازم تركب البنتين دول في المكان المحدد ليهم في البردل اللي هو هيكون هنا فتمسك السويتش الجميل كده وتقول باسم الله وما تقلقش وبكده نكون ركبنا اول سويتش هركب باقي السويتشات وارجع لكم على طب كده يكون غيرنا السويتشات بتاعتنا في الزراير اللي احنا محتاجين سويتشاتها تكون شويتين لان السويتشات دي بيكون وبتكون بريميوم كواليتي شويتين تلاتة كده وده اللي تبقى منهم ممكن نحتاجهم او نخليهم معانا ونيجي بقى عند تالت واخر خطوة الا وهي الكي كابس نفسها دي كارتونة الكي كابس خلينا نفتحها كده هنا طبعا بيجي كل الكي كابس بتاعة الكي بورد الفول كي بورد احنا هنستخدم كي بورد ستين في المية اللي هي هتبقى اللاين الجميل ده فيلا نركبها مع بعض ونشوف شكل الكي بورد في الاخر بقى عامل ازاي سأعمل بقى زي ما انا ما هعمل دلوقتي هدي ده مسلا واحد تاخد الواحد وتحطه فوق هنا كده بالشكل ده هدي ده اسكيب هتحط اسكيب بوردو هنا وتفضل تكرر العملية دي لحد لما تكون ركبت الكي بورد كلها فانا هركب الكي بورد وارجع لكم بالخلاصة واخيرا وليس اخرا تمت عملية التبديل بنجاح دلوقتي ده بقى شكل الكي بورد ودي الكي كابس القديم طبعا شكل الارج بي بتاع الكي بورد جامد جدا الكي بورد دي كده كده ادرس بالارج بي وليها سوفت وير فقدر غير الالوان اللي انا عايزها واللي انا عاجبني بقى في الكي كابس دي هي الفيد باك بتاعها برضو انا مبسوط وانا كده مبسوط جدا 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 انا حاسس اللي انا عملت كي بورد كان نفسي افك البي سي بي بتاعها وازبط الفل وازبط الكلام ده كله بس خليها في فيديو تاني لو عجبكوا النوع ده من المحتوى قول لي وانا هعمل فيديو تاني وكمان هلون الكي بورد لان انا عايز اخلي الكي بورد دي في الاخر تبقى كي بورد من شركة نايكي فاضل بس اخر حاجة في الفيديو هي الهند رست الجميلة دي اهم من الشغل تصبيت الشغل ايه دي اخر حاجة في الفيديو حط الهند رست كده على الكي بورد نفسها توصنها تريح ايدك عليها وكده كله يكون تمام وبس كده يا صديقي لو انت وصلت من الجزء ده للفيديو فانا بحب اشهرك جدا ولو انت حابب النوع ده من المحتوى عرفني في الكومنتات علشان انا اصلا بحب المحتوى ده والمرة اللي جاية يكون في تطور اكتر وما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب واشوفك في فيديو جديد او حلقة جديدة من القناة انا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر سلام